عايز اكتب عربي في الفينال كات طمعا كما بيقوله تكس ادي تكس العادي باسحب الكنترول على اليمين وابتدي اعمل كليك على الفيديو واكتب لان عايز طاها سين مدرب معتمد من شركة ابل في فرامج الفيديو بحدد الماده بتاعتي سواء بحدده او مادر محدده مفيش مشكله اقدر اكبر الصيف واقدر اقلله طيب بني يجي عندهم الفنت اختار الفنتات العربي الاقي بيحصل ايه تفريغ طيب انا مجبر على خط واحد اللي هو الخط الديفولت اللي هو الخط الانجليزي اي خط انجليزي بديني الشكل ده للعرب طيب انا مش قادر ان انا اشتغل ايه الخطوط بتاعتي اللي انا عايز اعملها طيب في الحالة ديت اعمل ايه في الحالة ديت اضطر ان انا انجلي برنامج بديل عندي برنامج بديل زي ايه عندي برنامج اسمه اي ار بيكس اي ار بيكس دوت برنامج بيتحلي ان انا اكتب عربي في البرامج اللي ما بتدعمش اللغة العربية بضغط عليه اقول له اي اكتب لانج بالنمج دوت من شركة جرافيست بيفتحلي الشاشة بيبتدي اكتب زي ما انا عايز طاها مدرب من شركة ابل بحدد الكتابه واضغط على مفتاح اي اكس تي نعملش كوبية عادية لازم اضغط على مفتاح اي اكس تي اقفل البرنامج خلاص عايز ابتدي اكتب بالماده اللي انا اسخته اجي اروح بعد تيكست واختار التيكست اسحب الكنترول وبشايف الفيديو بامسح الماده دي واعمل لازل الماده الجديده بل ايه شكلها كده غريب لا اعمل ايه اروح اختار على طول فونت يكون اي اكس تي ايه بقى فونت انت عايزه يكون ايه اي اكس تي الاقي الماده ايه اتغيرت بالفونت الا اكس تي اللي انا ايه اختارته اعايز الفونت دوت لا مش اكس تي ده اي اي لا لازم اكس تي حط زي كده ابتدي بقى استخدم كل الخطوط اللي انا عايزها عندي يبقى كده ما عنديش مشكلة في اختيار اله ايه الخطوط اله اكس تي اشتغل بها بالعربي يبقى بروح البرنامج اللي هو ARPEX بتاع الشركة GraphX وابتدي اكتف ايه وابتدي اعمل نسخ ادوص المفتاح الاحمر بتاع اكس تي واعمل نسخ ايه في البرنامج عندي واشتغل بالماده